السؤال الأول اللي وصلنا بيقول لو سمحت هسأل حضرتك سؤال أنا دايماً خايفة قوي من ربنا أنا عارفة إنها حاجة كويسة الحمد لله بس بخاف قوي من يوم القيامة لدرجة إني بتعب ومش بنام بجد حياتي مش عارفة أتبسط خالص ممكن تقولي حاجة أعملها أو أقولها تساعدني بص يستي أنا شايف إن في الحقيقة إن إحنا عندنا شويتين تلاتة إما جلد للذات أو شعور بذنب أو باستعظام ذنب بيخليني لا أستطيع إن أنا أتحرك ولا أرتاح وده في الحقيقة لو زاد قوي وأنا بدأتي إن أنا مقدرش أعيش بشكل طبيعي أنا محتاج دعم طبي بس أبما نوحنا الدعم الطبي أنا عايز بس أقول لحضرتك إن الله سبحانه وتعالى قال لنا شوية عبارات مهمة جدا 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 نرسمها على قلوبنا الله قال الله لطيف بعبادي يعني إيه آه يوم القيامة ده مليان أهوال صح بس الله لطيف بعبادي يعني إيه هو مين اللي خلق يوم القيامة على هذه الأهوال الله طيب أنا عندي وعد من الله إن اليوم ده ما زال الذي خلقه على هذا النحو هو الله من الذي يدير هذا اليوم من الذي يخلق هذا اليوم على هذه الحال الله ليه بقى أنا محسنش يظن في الله هتقولي لي إن أنا ممكن يكون عندي زنب كبير وإن أنا أسرت في حق الله وطب ما وفي ناس كتيرة عايحصل إن هي تخمش وناس تأخذ من عصرات وينزل آه صح كل الكلام ده صحيح أنا بسأل حضرتك بقى اسم حضرتك موجود عندك متيقنة إن ده يحصل له لا بدل أنت مش متيقنة إن ده يحصل لك يبقى فيه عباد فيه ثلاث عبادات لازم تعمليها أول عبادة اسمها عبادة حسن الظن بالله طيب العبادة دي مهمة جدا العبادة التانية المهمة لازم تعمليها إن ماذا اليقين من مدد الله سبحانه وتعالى إن أنت في الدنيا طيب أنت في الدنيا بتقدري تعملي أعمال ومعرفش ففي الدنيا ممكن يغيب عنك مدد الله لكن أنت في الأخرى ملكيش غير ربنا ملكيش غير ربنا يبقى أنت حسنت الظن ومتيقنة من إن فيه في الأخرى مدد هو أنت يقل ويخليك تحس إن الأخرى ما فيهاش مدد كل أنه مد وهؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ففي الأخرى فيه مدد يعني الأخرى فيه أهوال وربنا مش سيبنا كده آه الأخرى فيه أهوال بس فيه مدد من ربنا وانا بما أننا بدأنا بالعبادة الأولين يا حسن الظن فأنا متأقن من مدد الله يعني ربنا مش هيسيبني أم الحضرة النبي هيتشفع ليه بقى ويوم القيامة فيه تشفع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليبقى إيه اللي حاصل ده كمان يوم القيامة كمان هيبقى ساهل على الناس آه طبعا فيه يوم القيامة الناس هتمر على الصراط كلمح البصر ليه ما تظنيش أن أنت تكوني منه ما انتعت إن شاء الله نموت على الإسلام ويكتب لنا خاتمة السعال وعشان كده جات العبادة التالتة بقى ليس هناك عبادة اسمها عبادة المخاوف والخاوف من الله معناه الاحتماء بالله يعني أنا خائف من الله يعني أروح اهتمي فيه التجئ إليه فهذا هو معناه أن أنا أطلب رضا وليس هذا من وليس عبادة المخاوف هي عبادة من عبادات الله وعزاك جيتك بعبادة مهمة جدا العبادة التالتة بقى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال يبقى إيه اللي حصل يبقى تعالي عايز ربنا يوسع عليك ويحفظك عبادة الاستغفار يبقى ثلاث عباداتهم الإبادة الأولانية تحسني ظنك بالله سبحانه وتعالى ليه؟ هو اللي قالك كده هو اللي قالك كده لسان حضرت النبي سانسان فيما روى عن رب العز أنا عند ظن عبدي به فحسني ظنك في الله وإن الله جميل يحب الجمال تاني حاجة تتقني من مدد الله لأن الله لطيفه بعبادي وهو قريب فإذا أنت عليك أن أنت ده؟ تالت حاجة الاستغفار تستغفري كثيرا طب ليه ما قلتلكيش العبادة التالتة تكون عبادة الدعاء عارفة ليه؟ لأن الحال بتحضرتك ده واتمع جلد الزات المناسب ليه أن نقول الاستغفار والاستغفار هنا مش عن ذنب معين الاستغفار لأن الله يحب هذا الاستغفار يبقى احنا بنستغفر لأن الله يحب الاستغفار فمش لازم أعرف أستغفر عن ذنب بعيني لا أستغفر على طول طول الوقت أستغفر أستغفر الله العظيم هقول لي حضرتك حاجة ممكن تساعدك تعرفي إيه؟ لذة الاستغفار دي كان فيه حد بيستغفر بيستغفر في زمن الإمام أحمد فإيه اللي حاصل؟ فالراجل الإمام أحمد راح للكوفة وما حدش عارفه فحبي ينام في المسجد الراجل خدم المسجد مرضيش فرح زقه فنم في الطريق ما عد عليه فران فلاقى ما قاعد في الطريق كده هو ده لا قال للإمام المسجد لا قال لأ خدم المسجد أنا الإمام أحمد بن حنبل وقال لأ أي حاجة خالص يترمى في الطريق فبقى نايم على الرصيف نايم في الطريق فجيب فران كده قال له ما تيجي طب تنام عندي في الفرن فالفران أخذ سيدنا الإمام الإمام أحمد بن حنبل معه للفرن وإيه اللي حصل فأععدوا عنده في الفرن وقال له ارتاح لغاية الصبح لغاية صارات الفجر بعدين طلع صلي الفجر و بعدين نشوف حالك قال له طيب فسيدنا الإمام الشفعي سيدنا الإمام أحمد شافه هو بيعمل إيه شافه هو بيخبز قاعد يقرس الخبيز وهو بيقرس الخبيز يقول إيه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فالإمام أحمد عجبه حال الراجل جدا وكأنه قلبه طار فمثل هذا لا يفوته الإمام أحمد فقال له يا أخي أتسمح لي بسؤال قال له تفضل قال هل وجدت من أنواري وأسراري هذا الاستغفار في حياتك قال والله وجدت أثرا عجيبا قال له إيه قال له ما دعوت بدعوة إلا واستجاب الله إلي إلا دعوة واحدة قال له إيه الدعوة دي قال له أن أرى الإمام أحمد بن حنبل فقال يا أخي لقد استجاب الله لكل دعواتك وأنا الإمام أحمد بن حنبل فالاستغفر دا عجيب استغفر دا نعمة ومن ذلك العبادات التلاتة دي اشتغل بيهم وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى حسن الظن اليقين من المدد الرباني تلت حاجة الاستغفار وإن شاء الله ربنا يفتح عليك ويبارك لك يا رب وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى